نظمت كلية الهندسة والمؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن ندوة علمية حول الطاقة المتجددة ودورها في التنمية المستدامة وحماية البيئة في رحاب كلية الهندسة بجامعة عدن وأكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر الأصور في الجلسة الافتتاحية على أهمية هذه الندوة وما ستقدمه من توصيات ومقترحات للجهة ذات الاختصاص بحكم اقترابها من مشكلة كبيرة عالمية باتت تواجه جميع الدول ويعاني منها المجتمع المحلي خاصة في عدن في جانب الطاقة الكاربائية المعتمدة على الوقود الأحفوري وما تستنزفه من ميزانية مالية الضخمة وحاجة البلد الماسة إلى الطاقة المتجددة والبديلة وما يمكن توفيره من خلالها على الصعيد المادي فضلا عن انعدام تأثيراتها على البيئة كونها طاقة نظيفة بدورها شادى عميد كلية الهندسة الدكتور صالح مبارك لأن هذه الندوة تأتي بالتزامن مع ذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني ومرور 52 عاما على تأسيس جامعة عدن و44 عاما على تأسيس كلية الهندسة وشاركوا فيها كثير من الطلاب والخارجين والأكاديميين بتقديم أوراق علمية رصينة باعتبارها مشاركات نادرة من قبل شريحة شباب المتحمسين لهذا النوع من أنواع الطاقة من جانبه تطرق مثل المؤسسة العامة لكهرباء عدن المهندس أحمد زكي مرشد إلى ضرورة الاستفادة من طاقة التواحيوية وقدرات الشباب من جانبه أكد المهندس محمد حميد مدير الطاقة المتجددة أن مثل هذه الندوات العلمية وتوصياتها تساعد على اتخاذ القرارات وكيفية الحصول على بعض الأفكار المتعلقة بالسلطة المحلية أو السلطة المركزية في إيجاد البدائل في مسألة توليد الطاقة الكهربائية في عدن تحديدا وبقية مناطق الوطن كما أشهد الدكتور خالد باسليم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدور الحيوي لجامعة عدن ممثلة بكلية الهندسة في إدارة مثل هذه الحوارات والندوات العلمية الهامة والنقاشات والأبحاث الهادفة إلى إعطاء الهمية القصوى لجوانب التنموية التنموية المتعلقة بحياة المواطنين وتطوير المجتمع وخلال فعالية الندوة قام رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور وكيلو محافظة عدن الدكتور رشاد أشائع وكيلو محافظة عدن شؤون الشباب عبد الرعوف زين السقاف بزيارة معرض الأجهزة في مجال الطاقة المتجددة وافتتاح القاعة المتعددة الأغراض في كلية الهندسة